هو في حاجة اسمها المنشطات وحاجة اسمها الأدوية المحظورة في الرياضة وممكن الأدوية المنشطة هي محظورة في نفس الوقت بالتأكيد لكن هو خليل فرق ما بين المبدأ اللي ساتك قلت عليه وتشجيع الرياضة وما يحدث على الأرض من تصرفات بعض ما يزعمون أنهم رياضيين أوكي اللي بيحصل هو انتقام من النفس يعني هو فيه ناس بترعب الرياضة لكن بتنتقم من نفسها يعني وضرر شديد جدا لأنه يكفي يعني هبدأ لك معلومة كده أنه فيه بعضهم بيستخدم دواء بطريق الدواء اللي محروط نديه للخيول والحيوانات الكبيرة بياخدها هو عشان يضخم العذرة بتاعته فطبعا دواء خيل خيل عشان حصان يعني وخبر سيادتك داشق جسمه ما يستحملش طبعا ما يستحملش دا ممكن قلبه يقف فيها بالظبط كده بالظبط حارة بتتكلم على حقائك علمية وفي حالات بتبقى كارتاكاليست بيبوت بالقلب طبيعي بلا شك دا احنا لو كلمنا دا باق يعني زي باق يعني لو نخش بقى على كلام الأدوية البشري دا في منها الأدوية المحرمة دوليا زي مشتقات مثلا الأمفيتامينز اللي احنا بنسميه منشطات دي فعلا منشطات تمام الكوكين الكوكين انت مقدرش نقوله علي دواء طبعا لكن هو اه طبعا دا دا حاجة ستريت دراج يعني بياخد كافيين حقا الكافيين اللي موجود في القهوة اللي كان بجراعات عالية حقا حقا نعرف ان بيبقى فيه حبوب كافيين بتتبع في الصيدليات حاجات ماين دي يقولك بتساعد على التخصيص مش عارف اخراج الماء الزائد من الجسم مش عارف حاجات كده افدرين لا افدرين دي قصة تاني كان في زمان واحد من اهم لعبة البيس بول في امريكا مات بسبب الافدرين بالزبط كده اول افدرين برضو موجود بس الافدرين دا دواء قريدي مشروعه موجود في الاغزاخنات اوكي يعني عايز اقول لي ستاكي ان في من هذه الادوية ما هو قريدي موجود في الاغزاخنات لكن يوساء استخدامه اه ومنهما هي ادوية يعني غير مشروعة او ممنوعة زي مثلا مشتقات الامفيتامينز اه ومنها ادوية موجودة في الاسداليات برضو وممكن تكون برسكريبشن دراجز يعني توصف ببرجدات ويوساء استخدامها يعني على سبيل المثال في ادوية تخسيس اوكي مشتقة من الامفيتامينز لو برضو استغلت استخدام سيء برضو ادوية تخسيس مشتقة من الامفيتامينز اصلا اللي انا اعرفه صححني الامفيتامينز دي مخدرات اه مخدرات بالضبط دوة تخسيس مشتقة من مواد مخدرة اه اي دوة في الدنيا يعني على سبيل المثال مثلا زي الافيونات مثلا الادوية الافيونية شوف حركة اللفظ يقولك ادوية اافيونية هي اصلها من اين اصلها من الافيون بعد احنا استخلصنا منها عدة ادوية كل دوة له خصائص مختلفة عن الاخر لكن الاصل افيوني كذلك الامفيتامين ده مخدرات منه بقى ادوية لها صفات مختلفة احنا بنغير فيه المكون الكيميائي بحيث نوديش في الاتجاه اللحنا عايزين الاتجاه الخير او الاتجاه الشرير يعني فطبعا طبعا فضلا على انه ما يطلق عليهم بقى البادي بيلدرز يعني بيستخدموا ادوية خارج الطر الشرعي خالص يعني مثلا تلاقي مثلا ادوية ممكن تكون مخشوشة ممكن تكون مصالعة مصنعة محليا حتى يمكن احنا بالعين المجردة كده ممكن لبص الامبول السيلنج بتاع الامبول نفسه مش مزبوط ده ده انديكيتور ليه انه ده معمول ده مش تصنيع في مصنع كبير معتمد الى اخره بالضبط لشغل تحت السيلن بالضبط مجرد ايه مجرد النظر بالنظر واحيانا اللي بل كده اللي هو السيكر على الامبول نفسه برضو مش بالتقنية اللي تقولك ان ده معمول في مصنع زو يعني تكنيك عالية